اشتركوا في القناة هذا الشرح بخصوص هذا اللاقت بعد هذا الفاصل بالنسبة لللاقت اخواني كما يظهر لكم بالنسبة للديب الخاص باللاقت فهو 0.1 كما هو ظاهر لكم 0.1 نجد بعض الكتابات على اللاقت مثلا HD مثلا 3D نجد كاتكا سأرجع معكم الى هذه الخاصية بالنسبة للتريدي والكاتكا لكي اوضحها لكم بالنسبة لبعض الاخوان يقومون بمرسلتي حول قنوات الكاتكا قنوات الكاتكا يعني لا يعرفون قنوات الكاتكا ولكن سبق لهم ان رأوا قنوات الكاتكا في احد علبة العلبة الخاصة باللاوقت هذا ما حكاه لي بعض الصديق قام بمرسلتي على حسابي بالنسبة اخواني اللاوقت اذا كان مطبوع عليه الكاتكا ليس معنى ان اللاوقت فهو سوف يستقبل قنوات الكاتكا واذا كان ليس مطبوع عليه مثلا على سبيل المثال نجد مثلا اللاوقت مثلا يعني غير مطبوع عليها مثلا كاتكا كما هو ظاهر لكم يعني لا يوجد هنا اي اشارة تدل على ان هذا اللاوقت فهو كاتكا لا توجد اي اشارة على ان هذا اللاوقت فهو كاتكا هذا بمعنى ليس ان هذا اللاوقت لن يستقبل لي قنوات الكاتكا فهذا فهذه امور غلطة اخواني اللاوقت ليس مسؤول عن استقبال قنوات الكاتكا المسؤول عن استقبال قنوات الكاتكا فهو الجهاز الجهاز هو المسؤول عن استقبال قنوات الكاتكا فهي مسألة متعلقة بالجهاز وبالتينير المرفوق بالجهاز لكي تكون لكم هذه الأمور واضحة سواء كان اللاقات كاتكا سواء كان غير مطبوعة عليه الكاتكا وإذا كان عندك الجهاز كاتكا فسوف تتمكن من استقبال قنوات الكاتكا أما إذا كنت لا تتوفر على جهاز يدعم الكاتكا واللاقات مكتوب عليه كاتكا فلن تستقبل لقنوات الكاتكا فتلك الكتابات او تلك الرموز او تلك اللوغو الخاصة ببعض الخصائص التي تجدها على اللاقط فغالب الاحيان تجدها لترويج ذلك المنتوج ولبيعه بسرعة ولجذب الانتباه ناحية ذلك المنتوج لكي تكون لكم الامور واضحة اخواني فهذا فما اقول لكم فهو بالتجريب لاني اشتغل بجهاز يدعم خاصية الكاتكا واستقبل قنوات الكاتكا بلا وقت عادي يمكنني استقبال القنوات الكاتكا فقط الاختلاف الوحيد في قنوات الكاتكا من ناحية الاشارة الاختلاف الوحيد اخواني وهو من ناحية الاشارة اخواني لماذا لان بعض اللواقات سوف تستقبل لقنوات الكاتكا ولكن سوف تجد مشكل مع الاشارة تكون اشارة ضعيفة في بعض اللواقات بعد اللواقات الاخرى اذا كانت دات جودة جيدة سوف تكون الاشارة مرتفعة لكي تكون الامور واضحة بالنسبة للاخوان الذين يسألون عن اللاقط مطبوع عليه الكاتكاق سوف يستقبل لقنوات الكاتكاق فكان هذا جواب للاخوة الذي يسألون عن هذه الامور. سنفتح الان العلبة. هذا هو اللاقط هذا هو شكله ساقوم بازالة هذه القطعة. سنجد كذلك داخل العلبة هذه القطعة لحماية الكابل الخاص بتوصيل الاشارة ما بين اللاقط والريسيفر لكي تكون لكم الامور واضحة سنشرح لكم الان دور هذا اللاقط لكي تكون جميع الامور واضحة لجميع الاخوة. لاحظوا معي هذا اللاقط فهو عنقه صغير. العنق الفيضور يعني فهو صغير هنا. رقيق جدا لا يمكن. لاحظوا معي جيدا. ساقوم بتبسيط لكم جميع الامور. لاحظوا معي. لاحظوا معي جيدا. اذا قمنا مثلا على سبيل المثال اذا اردنا تثبيت مثلا هذا النوع مثلا من اللاقط فاغلب اللاقط الموجودة عندنا فهي العنق الخاص بالفيضور فهو يعني فهو يعني كما يظهر لكم لا اعلم كيف ساشرحه لكم ولكن فهو كبير الحجم. عندما نضعه هنا في مكانه فهو يتبت بكل سهولة. امور واضحة. ولكن عندما نقوم بتتبيت هذا اللاقط لاحظوا معي هنا. لن يقوم بالتثبيت. لماذا؟ لان العنق هنا رقيق. يمكننا تثبيته فقط بواسطة هذه القطعة التي تأتي مع اللاقط. نقوم بادخالي بهذا الشكل. ثم نقوم بوضعي هنا في هذا المكان. ثم نقوم بتثبيته بواسطة هذه القطعة. ونقوم بتثبيت البرغي. ونتحكم في اللاقط بدفعيه للخلف الى الامام. تضويري. يعني الامور واضحة لكم اخواني. سنتعرف الان اخواني على دور هذا اللاقط. في ماذا يعني في ماذا سوف ينفعونا هذا اللاقط. سأوضح لكم اخواني جيدا. بالنسبة لللاقط. اللاقط كما قلت لكم فهو مسؤول عن استقبال الاقمار التي تكون قريبة من بعضها ابتداءا من درجتهم. على سبيل المثال عندنا اوطلسات الخمسة وعندنا النيلسات. لنفرض لاحظوا معي جيدا اخواني لكي اشرح لكم وتفهموا جميع الامور. لنفرض اننا هذا اللاقط فهو متبت على الطبق على الاوطلسات الخمسة. ونريد تركيب المصطرة. نريد تركيب المصطرة. قمنا بتركيب المصطرة ونريد استقبال قمر النيلسات. بجانب يعني مع المصطرة في نفس في نفس الوقت مع الاوطلسات الخمسة. نقوم يعني بالنسبة للنيلسات يكون في هاته الجهة. يكون هنا في هاته الجهة. يعني قمر الاوطلسات الخمسة. النيلسات سيكون هنا في هذه الجهة. لاحظوا معي. عندما نقوم بتثبيت قمر اللاقط الخاص باستقبال النيلسات لن نستطيع استقبال قنوات النيلسات بشكل كامل. سنستقبل فقط قنوات قليلة. لماذا؟ لأن اللاقط بعيد عن المكان الذي تصطدم به الإشارة الخاصة بالقمر. يجب علينا استعمال اللاقط يكون العنق الخاص بالفيض هورن الخاص به يكون رقيق مثل هذا النوع. لكي عندما نقوم بتركيبي بجانب اللاقط سيكون قريب من الإشارة بهذا الشكل. لاحظوا معي. سيكون قريب من الإشارة بهذا الشكل. وستستطيع استقبال قمر النيلسات بجميع قماري. لقد سبق لي وقمت بتجربة قبل أن أقوم لكم بوضع هذا الشرح المبسط. لقد قمت بتجربة وسأقوم إن شاء الله بوضع شروحات بخصوص هذه التركيبات. بالنسبة لللاقط إخواني. بالنسبة لللاقط تقريبا يعني سأقول لكم يعني بالنسبة يمكن يمكن مساعدتكم في استقبال مثلا قمر الأوطيلسات الخمسة مع النيلسات. يمكن كذلك مساعدتكم في استقبال قمر الهوتبورد مع قمر الأوطيلسات 19. إذا كنتم تستقبلون قمر الأوطيلسات بشكل جيد في المدينة لأن هذا القمر فهو جدا صعب يحتاج إلى أطباق كبيرة. يمكنكم كذلك مساعدتكم في استقبال قمر الأوطيلسات 16. وقمر الأسترى 19. يمكنكم كذلك الاستفادة منه لاستقبال قمر الأوطيلسات الواحد وعشرون وكذلك قمر الأسترى 19. كذلك يمكنكم الاستفادة منه على استقبال قمر أسطرى 23 وقمر الأطلسات 21 كذلك يمكنكم استفادة منها في استقبال قمر أسطرى 28 درجة وقمر عرب سات 30 درجة كذلك قمر التركسات والقمر القريب للتركسات كذلك القمر قمر مثلا بضر 26 درجة وقمر أسطرى 28 درجة كذلك عندنا قمر الانطلسات 31 غرب وقذلك قمر الهس بسات 30 درجة غرب بالنسبة لهذه اللواقط فهي بصراحة لكي أوضح لكم جميع أي قمر يكون قريب من بعضه لكي تتضح لكم جميع الأمور أي قمر يكون قريب من بعضه فهذه اللواقط تستقبل أقل مسافة بينها ابتداء من درجته لكي تكون الأمور واضحة لكم يعني ابتداء من درجته يعني مجموعة من اللواقط عندي ولكن لكي أوضح لكم فقط لكي تتضح لي الجميع جميع الأمور لاحظوا معي يعني ابتداء من درجتين هذه هي المسافة لاحظوا معي جيدا يعني أقمار يعني بالنسبة لهذه اللواقط فهي مسؤولة عن استقبال الأقمار القريبة من بعضه وكذلك يمكنكم يعني عملية ميلان اللاقط قليلا بهذا الشكل يعني فتقومون برفع الإشارة على حسب القمر أين تصطدم الإشارة الخاصة بالقمر أتمنى إخواني أن أكون قد وضحت لكم طريقة استعمال هذا النوع من اللواقط إن شاء الله أضرب لكم موعدا آخر إن شاء الله بوضع لكم شروحات بخصوص هذا اللاقط شروحات سوف تكون تطبيقية على الطبق إن شاء الله أتمنى أن تستفيدوا من هذا الموضوع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته